لا بأس أن ننقل هذه القضية عرضا القضية قديمة سمعتها المقدار الذي تبقى في ذهني من القضية أن رجل الظاهر كان فقير أو كذا مدة طويلة جمع أموال واشترى أشياء لبيته وفرضوا مناضد مثلا كراسي معينة فهذه بعد ذلك التعب والجهد جداً كانت محببة إلى قلبه في يوم الأيام طفل لا يفهم يأتي وبيده مسمار أو ما أشبه فيمزق هذه الأشياء أو يعيبها هذه القضية لا تصورون أنه قضية الآخرين لا قضيتنا الفرد في لحظة غفلة يتحول إلى جاني في لحظة غفلة يتحول إلى قاتل لا تصورون أنه القتل فتش بعيد لحظة غضب واحد يهجم على الطرف ويخنقه تحول إلى قاتل الأبو يجي إلى البيت وشاف هذا المنظر انفعل وهجم على طفله وأخذ يضربه على يده هاي اليد الجانية ضربه ضرباً مبرحاً بعد فترة اسودت يد الطفل وده إلى المستشفى الطبيب قال لا بد أن تقطع يده وإلا هذا في خطر خطر السراية أيها الأب تعال وقع على قطع يد ولدك هذا أي أب عند هذا القلب اللي يجي يوقع على قطع يد ابنه ولكن ماكو هناك مناص من ذلك الأب يجي يوقع على قطع يد ولده وده الطفل إلى غرفة العمليات خدروا بنج خدروا بنج قطعوا يده عاد إلى الواعي الأب راح عنده الطفل قال لأبيه أنه أنا إذا كبرت واشتغلت واشتغلت وحصلت أموال واشتريت لك وللبيت هذه الأشياء من جديد يعني تداركت ما فات فهل تعيد إلي يدي المقطوعة الطفل ببراءته بعقله الطفولي الأب مات حمال قام وخرج إلى الخارج وذهب وانتحار وانتحار الأب مات العائلة تشتتت والطفل بقي مقطوعا ليد إلى آخر حياته في لحظة واحدة واحد يتحول إلى قاتل ليش المؤمنون يستعيذون بالله سبحانه وتعالى لأن حقيقة خطأ في لحظة واحدة في لحظة غفلة شايفين هاي السيارات اللي تمشي في الجبال لحظة السائق يغفل وإذا به سقط في الهاوية وانتهى لحظة واحدة واحد يتحول إلى جاني لأن الحرام في متناول الهات فتخطوة تقدم الحرام عندك فالحقيقة الآباء والأمهات جدا يجب أن يواضب لأن القضية قضية خطيرة اشترك في القناة